العلم ملجأ العالم والغابة ملجأ النمر والمسافة بين هذا وذاك ممتلئة بالمطالب المعطلة ليستمر توقف الدراسة الجامعية في البلاد لقرابة شهرين دون تفعيل الحلول النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس أكدت في وقت سابق إنها مستمرة في اعتصاماتها إلى حين تحقيق مطالبها وعلى رأسها تنفيذ جدول المرتبات بداية من شهر أكتوبر الماضي موضحة أن تحقيق هذا المطلب سيسمح لها برفع الاعتصام كما وطالبت النقابة بضرورة إصدار قرارات إيفاد للدراسة بالخارج لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل الذين لم يتحصلوا على قرارات إيفاد محملة الحكومة المسئولية الأخلاقية بشأن الاعتصام أمام الطلبة والمجتمع الليبي والمسئولية القانونية عن عدم الوفاء بالتزاماتها تطورات رد عليها رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في اجتماع موسع ضم الوزارات المعنية وأعضاء النقابة وجه فيه الدبيبة بضرورة الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس الجامعيين وتوفير كافة الظروف المناسبة لأداء مهامهم ومعالجة أوضاع المعيدين وفقاً للقوانين المنظمة الدبيبة شدد على ضرورة صرف حقوق أعضاء هيئة التدريس وفق الساعات التدريسية ومعالجة أوضاع المعيدين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية إضافة إلى متابعة تفعيل ملف الإيفاد وتنفيذ المرحلة الأولى منه وفق توصيات اللجنة المشكلة في الأثناء فاد النائب العام الصديق الصور بأحقية أعضاء هيئة التدريس الجامعي والمعيدين المعينين بالجامعات الليبية في المقابل النقدي وما يلحق به من علوات وحوافز ومكفآت مالية مشيراً في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة ومجلس الوزراء إلى أن مطالب المعنيين تعد من الحقوق التي يجب تمكينهم منها تمكيناً كاملاً غير منقوص ووسط استمرار الاعتصامات وتعطيل العملية التعليمية الجامعية يبقى مصير ومستقبل الطلاب مجهولاً في الجانب الآخر حتى تتحقق مطالب المعنيين وتستجيب الجهات الرسمية المسؤولة لهم ترجمة نانسي قنقر